بسم الله والحمد لله الله مصلي على نبينا محمد يقول الله جل وعلا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ مقام اليقين التصديق التام الجازم الثقة بوعد الله ووعيده أن يصبح عندك الغيب كأنه مشاهد أن تعبد الله كأنك ترى نحتاج إلى هذا المقام مقام اليقين وكلنا ضعفاء لكننا نتسبب ونحاول وندعو الله لعله أن يبلغنا فنحتاج اليقين على وجود الله فيأتي الإيمان التام نحتاج أن يكون عندنا اليقين على اليوم الآخر فنستعد له ونشتاق لليقاء الله اليقين على الموت فنؤدي الأعمال كاملة استعدادا لتلك اللحظة اليقين على أن الدنيا دنيئة لا نتركها ولكننا نبذل فيها الأسباب وقلوبنا معلقة في الجنة لا تتعلق قلوبنا بالدنيا فإنها منقطعة ظل زائل اليقين على أن الأعمار الصالحة سبب سعادتنا وفوزنا وحل مشاكلنا في الدنيا والآخرة فنكثر من الأعمار الصالحة اليقين على أن الخلق ضعفاء فلا نتعلق بهم وننشغل بهم ونترك الله عز وجل اليقين على أن الدين منصور فنعمل له وندعو إليه اليقين على الإسلام فنثبت عليه حتى نلقى الله عز وجل أسأل الله أن يرزقنا اليقين التام